إنما تقوم به الميليشيات الحوثية الإيرانية الإنقلابية من جرائب منهجة ضد السكان المدنيين سواء من القصف أو فرض الحصار بغرض التجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهاب المواطنين من خلال تفجير منازلهم وتدبير منتركاتهم يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي والإنساني وتحديا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وفي مخدمتها القرار 22-16 الذي طالب الميليشيات الإقلابية بالإنسحاب إلى المدن وتسليم مؤسسات الدولة والسلاح والعودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في حجور لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من شارك في هذه الاتهاكات الصارخة التي تجاوزت كل حد إنما يحدث في حجور قد حدث سابقا في أكثر من منطقة يمنية فقد حولت الميليشيات الحوثية الإقلابية المناطق التي أجبرت على الإنسحاب منها إلى حقول الغان يعاني منها المدنيون يوميا وحولت مناطق سيطرتها إلى سجور كبيرة يقبع فيها الملايين من أبناء شعبنا اليمني ترجمة نانسي قنقر